مرحبا جميعاً ورحمة الله ورحمة إلى مجموعة العلمية للإدارة الدماغية للطابع في مجرم الأقل قبل نتحدث عن الكاربون ديوكسيد هذا هو الثاني الأول من الكاربون الثاني اليوم سوف نستمع الكاربون ديوكسيد وإن شاء الله سوف نقلل تساعد سؤال 7 أسئلة لنبدأ مع كاربون ديوكسيد هذا هو الفيجر يعني كاربون ديوكسيد CO2 يتفاعل كبير من الرياكشن بين CaCO3 كالسيوم كاربونات و HCl هنا تفاعل كاربونات الكالسيوم مع حامض الهايدروكلوريك هذا التفاعل عندما يتفاعل حامض الهايدروكلوريك مع كاربونات الكالسيوم سينتج لدينا غاز ديوكسيد الكاربون CO2 يتفاعل كالترنت بين CaCO3 كالسيوم كاربونيت و HCl كالترنت حامض الهايدروكلوريك سنحن نترك إلى مجموعة أخرى كالترنت كاربون ديوكسيد كيف أكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكاربون كيف كنت ترنت كالترنت CO2 بسيط يمكننا ترنت سيطرنت من النظر كالترنت بماء كالترنت ier كالترنت كالترنت هذا يتكلم ديوكسيد نتذكره أنه كانت بالترنت للماء الجيري كالترنت 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 في بلد كالترنت لأن العزاج الحصولي يصبح غاز الثنائي أكسيد الكربون ويهتم إيجادية حصوليك الكاليسيوم كربونيك نستطيع الكشف عن وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون بواسطة الماء الجير ما هو ماء الجير؟ كاليسيوم هيدروكسايد عندما يظهر في محلول من ماء الجير ماء الجير عديم اللون محلول ماء الجير عديم اللون سوف يصبح معكر عند امرار غاز ثنائي وكسيد الكربون فيه او عندما يتواجد غاز ثنائي وكسيد الكربون في محلول ماء الجير الذي هو عديم اللون عند امرار غاز ثنائي وكسيد الكربون فيه سوف يصبح معكر تربط عند ملكي ويت بريسبيتيت وراسب ابيض حليبي ملكي ويت بريسبيتيت من كاربونات الكاليسيوم سوف يتكون فحص التفاعل راح امرر الغاز CO2 حتى اكشف عنه موجود للا CO2 غاز plus CAOH2 which is lime water or calcium hydroxide هذا عديم اللون colorless lime water solution عديم اللون لما امرر راسب نائيس الكربون فيه كاربونات الكاليسيوم كاربونات الكاليسيوم ملكي ويت بريسبيتيت راسب ابيض حليبي ملكي ويت بريسبيتيت الامر الامر ملكي ويت بريسبيتيت valleys , boleh let co2 faites ا 오늘 solution of lime water colorless outsolution becomes turbid and the Milky White precipitate of calcium carbonates. this is the Calcium carbonate forms. this is إذا أضفت زيادة من CO2 بعد من ضفت أول كمية نتج لراسب أبيض حليبي من كاربونات الكاليسيوم وماء معكر رح أضيف زيادة من منه من CO2 إذا أضيف زيادة من CO2 ستتفاعل مع الواتر حتى تكون لحامض الكاربونيك ومحلول الحليبي يصبح عديم اللون رح نرجع نضيف زيادة من CO2 على CaCO3 راسب أبيض حليبي بلس H2O اللي هو تربت معكر CO2 راح تتفاعل مع H2O تنتج لحامض الكاربونيك واللي راح يتفاعل مع CaCO3 راح ينتج لمركب جديد كاربونات الكاليسيوم الهايدروجينية كاربونات الكاليسيوم الهايدروجينية هذا المركب راح يخلي لي المحلول محلول عديم اللون تتفاكك بالحرارة تتفاكك بالحرارة تتفاك بالحرارة تتغير المحلول العديم اللون إلى محلول أو راسب أو مادة غير ذائبة يعني راسب أبيض مجدداً إلى ناتج يكون على شكل غير ذائب أو راسب لونه أبيض يعني راح يجي هذا CaCO3 اللي هو كالسيوم هيدروجين كاربونات بايهيتينك راح يرجع ينتين العناصر الأولية CaCO3 كالسيوم كاربونات اللي هو راسب أبيض بلس H2O بلس CO2 غاز وذول مرات يتفاعلون ينتجون حامض الكاربونيك كاربونيك أسد دعونا نضع هذه المحلولة على أخرى كاربونيك أسد كاربونيك أسد بلس كاربونيك أسد ماء الجير ماء الجير تعجب بلس كاربونيك أسد كاربونيك أسد كاربونيك أسد عن ايش عندي عندي c a o h عندي c o This is carbon dioxide السعادة ال o ال c a رح تاخذ ال co 2 كالسيوم كاربونايت كالسيوم كاربونايت هو ملكي وايت راسب ملكي وايت راسب أبيض حليبي والوتر أصبح تربط معكر كان كالرلس صار معكر وهذا ملكي بري سيبيتيت راسب أبيض حليبي إذا راح أضيف زيادة من CO2 على CaCO3 والH2O ماذا راح يصير راح ينتج لي Ca HCO3 كالسيوم كالسيوم هيدروجين كاربونايت هذا هذا كالر لس عاديهم اللون لما نجيب CaHCO3Y2 بايهيتينك بايهيتينك افككه بالحرارة افكك افكك CaHCO3Y2 بايهيتينك ش راح ينتج لي راح يرجع ينتج لي المركبات CaCO3 زائدا منه H2O زائدا منه CO2 يعني هذا تفكك راجع عن طاني H2O CaCO3 و CO2 يعني كأنه تفاعل عكسي بس شنو الشرط لازم أكو هيت حرارة CaHCO3 نتج المكونات يعني المواد المكونات له كالسيوم كربونات بلس ووتر بلس كربون داي أوكسايد الضوات Another way to code Let's move the final subject in this chapter which is the uses of carbon di oxide استعمالات غاس ثنائي أكسيد الكربون يستعمل غاز ثنائي أكسيد الكربون في إطفاء الحرائق المشروبات الغازية أو الكربونية مشروبات الغازية هي المشروبات المحتوية على الكربون يستخدم في الطب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المهمة في الصناعة such as washing soda, soda الغسيل, Na2CO3.10H2O yeast الخميرة, baking powder, dry ice, coolant and preservation of fruits the use of carbon dioxide is carbon dioxide is used in fire extinguishers, carbonated drinks, soft drinks, medicine, manufacture of industrially important substances such as washing soda Na2CO3.10H2O, yeast, baking powder, dry ice, coolant and preservation of fruits in fire extinguishers في إطفاء الحرائق ليش؟ كيف يدعم بحضة الحرائق يستخدم بحضة الحرائق يستخدم في مرحبات 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 لماذا؟ هو أثقل من الهواء كربون ديوكسايد هو أثقل من الهواء وكما يتجي لذلك هو يقطع التداخل بين الهواء والمادة المحترقة بدون الأكسجين الحريق يكون مستحيلا لماذا؟ لأن الأكسجين يساعد على الحرق والاشتعار لا يدعم معظم الاحتراق وهو أثقل من الهواء وكما يتجي لذلك نقطع التواصل أو التداخل بالهواء مع المادة المحترقة Without air اللي هو الأوكسجين بدون الهواء Burning is impossible الحريق يكون مستحيلا This is the shape of Fire extinguisher Extinguisher هذا هو مطفئة الحريق As dry ice كثلج جاف كيف يصبح غاز ثنائكس الكربون ثلج جاف As dry ice The solid form of carbon dioxide Is known as dry ice الشكل الصلب من غاز ثنائكس الكربون يعرف بالثلج الجاف If I ask you a question here What is dry ice mean? What is dry ice mean? ما هو الثلج الجاف? This is a solid form of carbon dioxide هو الشكل الصلب من غاز ثنائكس الكربون It sublimes يتسامى at minus 78 centigrade يتسامى Sublimation occurs when when a solid changes directly into a gas Sublimes at minus 78 centigrade It's used as a refrigerating agent to استخدم كعامل تبريد هذا سورة الثلج الجاف Dry ice Dry ice It is the solid form of carbon dioxide It sublimes at minus 78 centigrade and it's used as a refrigerating agent What is the uses of dry ice? What is the uses of dry ice? Dry ice is used as a refrigerating agent عامل تبريد Solid CO2 known as dry ice is used as a coolant ويستخدم كمبرد مادة مبردة In soft drinks في المشروبات الخفيفة It's used in soda water and carbonated water يستخدم في ماء الصودة وماء الكربون المشروبات الغازية In general In soft drinks It is used in soda water and carbonated water In synthesis of washing soda في تحضير أو صناعة صودة الغسيل Na2CO3.10H2O صيغتها الكيميائية Na2CO3.10H2O And baking soda وصودة الخبز صودة الخبز NaHCO3 This is the pure baking soda This is the pure baking soda And finally In synthesis of washing soda في تحضير We see it In synthesis of washing soda Na2CO3.10H2O And baking soda NaHCO3 Finally In a production of sugar during photosynthesis في عملية صناعة السكر To plant من أجل النباتات In photo or during photosynthesis في عملية البناء الضوي يساعد النباتات على صنع غذائها بنفسها In production of sugar during photosynthesis في عملية صناعة السكر في صناعة السكر أثناء عملية البناء الضوي Let's move to the chapter questions 7-1 Choose the correct answer for the following questions اختر الإجابة الصحيحة للأسئلة التالية Number one What is the electron configuration of carbon C126 element ما هو الترتيب الالكتروني لعنصر الكربون Carbon contains six electrons Six electrons The atomic number is six So the first energy level takes two The second energy level takes four Because two plus four equals six So the correct answer must be A The first energy level takes two The second energy level takes four Number two Number two Which of the following defines carbon element أي من التالي هي أو تعرف عنصر الكربون One It has a crystalline lattice structure It has a crystalline lattice structure يحتوي على هيكل أو تركيب باللوري هذا صحيح Number two Cook and diamond are allotropes of carbon فحم الكوك والماس هي من صور الكربون خطأ الكوك ليس من صور الكربون فقط only diamond ثانية خطأ Number three It takes oxidation states between minus four and plus four يأخذ حالة اكسودية بين سالب أربعة وموجب أربعة يعني عندي رقم واحد صح ورقم اثنين ورقم اثنين خطأ ورقم ثلاثة صح يعني الإجابة اللي راح تكون صحيحة هي One and three only One and three ونلاحظ أنه بالأجوبة ما كو One and three ما كو One and three يعني ما كو إجابة صحيحة من الموجود الإجابة الصحيحة فقط One and three هذه الإجابة الصحيحة This is the correct answer Number three As a fire extinguisher كمطفأة أو غاز مطفأ للحريق In soft drinks في المشروبات الخفيفة As a refrigerating agent وكعامل مبرد عامل للتبريد Which of the above is or are correct uses of carbon dioxide جميعها صحيحة يقول أي من الأعلى هي تعتبر صحيحة لإستعمالات ثنائي أكسيد الكربون هو يستعمل كمطفأ للحرائق وفي المشروبات الخفيفة وكعامل مبرد So the correct answer is E One, two and three Number four Which one or ones can be formed under suitable conditions If carbon solid state plus H2O gas steam of water يعني أش راح نطيني ناتج لما يدفع الكربون مع بخار الماء بالحالة الغازية The correct answer is carbon monoxide and hydrogen This is the water gas راح نطيني غاز الماء اللي هو carbon monoxide plus hydrogen So the correct answer is B Number five Which of the given reactions is incorrect for carbon dioxide أي من التالي من التفاعلات التالية ليس صحيحا لغاز ثنائي أكسيد الكربون Under the proper conditions تحت هذه الشروط أي من التفاعلات ليس صحيحا A, B, C, D, E The correct answer is B When carbon dioxide reacts with NaOH What gives Na2CO3 plus H2O Sorry Number five Which of the given reactions is incorrect for CO2 gas under the proper conditions أي من التفاعلات التالية A, B, C, D, E أي من التفاعلات التالية ليس صحيحا بالنسبة لغاز ثنائي أكسيد الكربون The correct answer is E Sorry The correct answer is D Because carbon dioxide plus calcium or lime water CaOH by 2 calcium hydroxide Will gives us CaHCO3 Which of the given reactions is incorrect for CO2 gas under the proper conditions كانت بس جميع المعادلات صحيحة بس اثنان معادلة أو الاختيار الرقم D Because وأتوقع أيضا هو صحيح لأنه عندي X من carbon dioxide عندي زيادة من غاز ثنائي أكسيد الكربون لما يعني أول 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 كمية من غاز CO2 رح تتفاعل مع C A O H by 2 ما رح تنطيني C A H CO 3 أول شيء رح تنطيني C A CO 3 زاد H 2 O calcium carbonate and water بصير White milky precipitate and Turbit solution وحلو المعكر بعدين إذا ضفت زيادة من CO2 رح ينتج لهذا المركب كما في هذه المعادلة عندي CO2 زاد C A O H by 2 رح ينتج له C A CO 3 زاد H 2 O لكن رمان رح أجيب كمية another CO2 مع النواتج C A CO 3 زاد H 2 O رح ينتج له C A H CO 3 يعني إطيق أختصر المعادلة B 2 مولز يعني مولين من أو كميتين من CO2 فأتوقع الجميع الإجابات صحيحة وليس حتى الخيار دي لأن الخيار دي أيضا صحيح نحن نحن إلى 7 2 ملع في المعادلة لعائل المعادلة أملأ الفراغات لعائلة الكربون عائلة الكربون نوبر 1 فراغ وفراغ لعائل المعادلة المعادلة الناس المعادلة المعادلة هي سيليكون S I and كربون سيليكون هو من زمرة الكربون انصر السيليكون والكاربون لديه ألواتروب عنصر السيليكون والكاربون لها صور الألواتروب الألواتروب عنصر السيليكون أكثر صورتان شائعتان للكاربون دايمنت الماس وغرافيت الماس والغرافيت الألواتروب جميع الألواتروب توجد في فراغ في 25 سيليزية و 1 أتموسفير جميعها تكون صليبة في درجة حرارة 25 درجة سيليزية و 1 أتموسفير وضغط 1 جو قارن بين خصائص الماس والغرافيت أقوى أو أصلب مادة موجودة في الطبيعة غرافيت سوفت تكون هشة أولينا نمبر 2 لديه ألواتروب غير مواصل نمبر 2 لغرافيت جيد مواصل جيد نمبر 3 استخداماً كالأبراسف استخداماً كالأبراسف نمبر 3 لغرافيت استخداماً كالأبراسف لغرافيت استخداماً كالأبراسف نمبر 4 لغرافيت ترانسبيران شفاف نمبر 4 لغرافيت لونه أسود غامق لغرافيت نمبر 5 لغرافيت تتراهيدرال شكل رباع السطوح تتراهيدرال شكل نمبر 5 لغرافيت هكساغونال كربون سايكل هكساغونال كربون سايكل هكساغونال كربون سايكل حلقات كربونية سداسية نمبر 6 لغرافيت أقل استقرارية من الناحية الثرموديناميكية نمبر 6 لغرافيت أكثر استقراراً من الناحية الثرموديناميكية نمبر 7 لغرافيت 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 له درجات غلاياً وإنصهار عاليتين جداً نمبر 7 لغرافيت له درجات حرارة وإنصهار واطئتين دعنا نتحرك إلى سؤال 7.4 سؤال 7.4 لماذا الغرافيت موصل لكاربائية والماس غير ذلك دعنا نتحرك إلى سؤال 7.4 سؤال 7.4 موصل لكاربائية والماس غير ذلك الغرافيت موصل لكاربائية لأنه متكون من طبقات من حلقات كربونية سداسية والتي تنزلق فوق بعضها بسبب الأواصر الضعيفة مما يجعل توصيلته جيدة غرافيت بسبب الأواصر الضعيفة تنزلق الحلقات السداسية بعضها فوق بعض ولذلك يكون موصل بسبب الأواصر الضعيفة الموصل لكاربائية لأن كل ذرة كاربون تتبط بأربع ذرات كاربونية مجاورة ترتبط بأربع ذرات كاربونية مجاورة في شكل رباعي السطوح بأواصر قوية هذه الأواصر قوية تمنع الإنزلاق وتمنع الحركة وتمنع كل شيء فيكون من الصعب توصيل الكهربائية غرافيت تنزل إلكتراك لأنها تنظر من محلقات كاربونية تحرير مجاورة التي تتبط بأسفل التي تتبط بسبب هذه تحريرات كاربونية وعندما لا تنزل إلكتراك لأن كل كاربون تحريرات كاربونية تحريرات كاربونية تحريرات كاربونية تحريرات تحريرات كاربونية تحريرات كاربونية تحريرات كاربونية 7.5 7.6 7.7 7.8 سنجعل ذلك وبعد هذه الأجلات في القناة سنقوم القطار من هذا القطار شكرا لك أن تستمتع ونحن نتبقا ونحن أعطيك مرة جيدة ونحن نتبقا